ساحة شريبتك لطفي عيشك مرحبا بيك في نابل مرحبا بيك أنت في نابل أنا سيئة وليد ولد نابل أنا بيدي بنت نابل قبل ما بدنا نحكيه على العرب كيما أي مواطن تونسي كيف تعدي نهارك في رمضان كيف أجول رمضان السنة وكيف أجول رمضان السنة على العوامل التعداد بالنسبة ليك كيف نعدي نهاري؟ لحقيقة ما نخدم مهرجانات كلها كيف أجول روحها؟ من وصل للدار كان مذي ثلاثة للارب على الخنسة عسمية لذلك في مالورزمون وشتر نار نعدي هرقد كيف أجول رمضان خطر من بعد عندي عرض ثم نحاول نحرك في الدار لا يجب أن نعملها ولا نمشي شيء نعمل طلع في الحوم أو المرشي جنير المونة ورمضان سخانة ونخدم عروض نعديون في الدار لا نخرج بالنسبة للعرض اليوم في نابل سمعنا لديك كثيرين في نابل والحمامات ما زلوا عروض أخرين على العرض هذا كانت تحكينا على تورنيه هذا الذي يأتي في إطار مهرجان الضحك وعلى العرض هذا سمعنا لديك كثيرين والله يشوف أنه أنتم تعرفوا معناه ما يعني هذا كلام عنده نكهة خاصة العرض في نابل لأنه منعرش جمهور دراكي فيش نحن نفهمه قوي برشة معناه جمهور من اللي تدخل وتتشوفهم بعض على عينيك يعطيك شحنة كبيرة يسر ويحبني وتحسوا كلي معايا وفازيل عبدالي وأنا الشيء ذاكا متعليف المسرح لأنه اليوم الفنان يلقى ببليك معاه ويقف معاه ويحب يتبعك في جديد متاعك ويتبع فيك وانتوزيست متنجم كان تعطي حاجة به لذلك هذا ما يحدث في نابل أشك فونجية تبارك الله كنت هناك مع زملائي والكارت على رجو ميد وصل الكيس معناها تبارك الله وصل الكيس أنا كل عرض بصراحة أنا صغيرة ليس صغيرة برشة أنا صغيرة حذرت هناك في مسرح نابل نفس الحكاية معناها رغم أن العروض أخرى تعدية دانيا رمان وفهمت معناها وليس بالدرجة تبارك الله لكي تفسروا ماذا ماذا كيف تقولون في العبدالله أو ثمه كيف يقولون في العبدالله هل شخص فلو كبير وصغير بشو تفارس نعم نعم بعد لماذا وسيقرح سيقرح سيقرح وليس risk بما أن الشخص فرق 6 أو 7 مرات لكن يجب أن أتنبع بجد بطريقة طريقة جديدة أو بطريقة جدود يجب أن أتنبع في الجديد يجب أن أجدنا حكايات أجل، يجب أن أجد إنراجية جميلة يجب أن يجب أن علاج الوافلة أن يسمح لأسفل حديث يجب أن يتعاوض أو يقول سيئ حقاً أن يعودنا نفس الحكاية، لا أجد من أجل لا يجب أن أطبع أجل ويقول أنا أجد في أجل المسرح لكن ليس كثيرًا 17 أو 20 مره أحبط المسرحية لكن حافظ المسرحية تريد ومسرحتي هي تريد اليوم خدوة تلقاها التي لقتها جديدة قد أجلبها تلقاها خدوة وهابتت على الفيسبوك وهابتت على يوتيوب إذا أردنا أن أقوم بعمل مجهود خاص لأن اليوم ديما عندي جديد وليس جديد في جديد جديد الذي يضحك ويبربش المواطن خاطر تجيب جديد سهل أما يضحك أم لا؟ لذلك كان هناك مجهودات كبيرة والحمد لله نلقى في أحدهم لأن الجمهور يعرفني نحبه يعرفني ما ندخل قطرة عرق عليه يعرفني نصريح فيما جرأة زادة في الخدمة والشعب التونسي يحب الجرأة والشعب التونسي يقولون في مسرح والجرأة لا يعرفون كيف يعملونها فما يزيدون يعمل زعم في بيلة والجرأة يزيدون يخمجها يقومون يقولون يروح فما حاجة يقبلوها مني والشعب لا يقبلوه من العبادة أخرى وذي ذلك كان هناك وقته كي نقولون مهرجين الضحك والعروض كما هكذا وقته في ذلك الأوضاع يزيننا كما نقولون نحن من حالة التوير ويزيننا من الأخبار الخائبة ومن العملية الرهيبية تحب تضحك تحب تعمل جواب تحب تفرهد بالعكس والطلب للضحك في أمور في غسرة في أمور الشعب التونسي تلقاه مسكين اليوم في حاجة المتنفس في حاجة أنه اليوم يضحك يتفرهد ميساج ميساج تقولون مبعثنا تونس لم يتحدث عندها شعبها لم يتحدث مشاكل أكونامي لا يوجد مشكلة اليوم ينقصنا هكذا شهرية تتمسس لا يوجد مشكلة لا يوجد انهيار تونس بالعكس التونسي رسميها شعبها ليس رسميها التوريس توقف وتوقف 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 والطنسي في أي أزمة لا تخاف وحضور الجمهور اليوم في المسرح بالطريقة يعبر أكبر دليل على الكلام توقف الختام كما قلنا ما قلنا على العروض ما زلت برمجة بالنسبة للصيفة في ولاية نيبل والله يفهم عز مزال عنا في ولاية نيبل عنا حمامات عنا نيبل مر أخرى عنا برشة بلايسة هنا في ولاية نيبل أنا فرسوني مومن لدينا نسيجعي في مخي جملة والحدي التي توجدها لدينا الروض لكي خطريني لأن ما هي كان في الجانب الفني مرحبا بيكم مرحبا بيكم وربي نجحكم يمارسي بك عايشك وربي نجحكم ترجمة نانسي قنقر